اشتركوا في القناة في غلال محاضرة النهاردة عايزين نعمل State Feedback Control لDC Motor باستخدام Controllable Canonical 4 وبعد كده عايزين نعمل State Observer Design لDC Motor باستخدام Observable Canonical 4 ده DC Motor ودي كانت l'Equation of Motion بتاعته وشفنا ازاي كتبناها في شكل State Equation وOutput Equation بحيث ان l'X1 كانت l'Angular Displacement l'X2 كانت l'Angular Velocity والX3 كانت l'Current وكان عندنا Control Signal U هي عبارة عن الفولت وكان l'Output هو l'X1 اللي هي l'Angular Displacement فهنبتد نشوف ازاي ممكن نعمل الكلام دوت على السيميولينك وهنجيب قيم افتراضية لل-K1, K3, LA, RA وبرضو قيم افتراضية لل-K2, P Equivalent وال-G Equivalent فالقيم دي كلها هنكتبها في ال-M File واحدة واحدة بعد ما كربنا القيم هتطلع لنا الماتريكس اللي قدامنا دي هتبقى هي ال-A الماتريكس اللي قدامنا دي هتبقى هي ال-B والماتريكس دي هي ال-C بحس ان دلوقتي عايزين نعمل State Feedback Control باستخدام Controllable Canonical 4 فقولنا بنعدي على 6 خطوات الخطوة الاولية ان احنا هنجيب الكاركترستيك اكويشن لل-A Matrix اللي هي كانت S-I3 نقص ال-A ل-I3 علشان عندنا 3 states فهنشيل ال-A ونحط قيمتها وهنضرب ال-S في ال-Identity Matrix هيطلع لنا الكاركترستيك اكويشن اللي قدامنا دي S-Cube بلاس 7S-Square بلاس 11.6S اللي هي equal S-Cube بلاس Alpha 1S-Square بلاس Alpha 2S بلاس Alpha 3 الخطوة اللي بعديها هنبتدي نجيب ال-M Matrix وقلنا ال-M Matrix بنكتبها بالشكل دوت واحد في ال-Diagonal واللور تريانجولر بيبقى صفار وبعد كده بنكتب هنا Alpha 1 هنا Alpha 2 وهنا Alpha 1 الماتريكس دي بتبقى 3 في 3 إذا شبت Alpha 1 وحطت قيمتها اللي هي السبعة Alpha 2 وحطت قيمتها اللي هي 11.6 فهقدر أكتب الماتريكس بالشكل ده بعد كده عايزين نشوف السيستم إزا كان Controllable أو Uncontrollable وبرضه عايزين نجيب ال-Controllability Matrix فال-C هي عبارة عن B A B و A Square B عشان السيستم عندي فيه 3 states فهبتدي أحط ال-B فيكتور زي ما هو بعد كده ده ناتج ضرب ال-A F B وده ناتج ضرب ال-A Square B إذا عملت تشيك على السيستم هلاقي إن السيستم Controllable لإنه عندي الأبرلفت ريانجولر إيقوال زيرو والدياجونال ما بيسويش السفر معنى كده إن السيستم بتاعي Controllable الخطوة اللي بعديها إن احنا عايزين نجيب ال-P Power Negative 1 اللي هي كانت بتسوي حاصل ضرب ال-Controllability Matrix في ال-M ف-C multiplied by M هتديني النتيجة اللي قدامنا دي 007070220 بعد كده عايزين نجيب ال-P اللي هي ال-Inverse بتاعت الماتريكس دي فهنلاقي إن ال-P equal 00.1428 وهنا negative 0.1428 هنا 0.1428 0.500 بعد كده هنروح على الخطوة الرابعة وفي الخطوة الرابعة كنا بنحتاج نجيب ال-Delta Desired فهنفترض إن ال-Desired Characteristic Equation كانت S-square plus 4S plus 4 اللي هي بتحقق لي Design Requirements ل-Settling Time و Peak Overshoot فهلاقي إن عندي ال-Real Value لل-Pool equal to بعد كده عايز أخد Insignificant Pool لأن المعادلة دي من الدرجة الثالثة والمعادلة دي لازم تكون من الدرجة الثالثة في ال-Real Pool هدربه في خمسة هيبقى عشرة فهدرب المعادلة دي في S plus 10 معنى كده هتديني معادلة من الدرجة الثالثة S-q plus 14S square plus 44S plus 40 القيمة دي اللي هتمثل لي Alpha Bar 1 Alpha Bar 2 ودية Alpha Bar 3 معنى كده إن المعادلة بتاعتي equal S cube plus Alpha 1 bar S square plus Alpha 2 bar S plus Alpha 3 bar وال-Alpha 1 bar equal 14 Alpha 2 bar equal 44 وال-Alpha 3 bar equal 40 وهنا هلاقي إن Alpha 1 equal 7 Alpha 2 equal 11.6 وال-Alpha 3 equal 0 نبتدي نروح على الخطوة الخمسة وفي الخطوة الخمسة عايزين نجيب الكي بار وال-K bar هي عبارة عن Alpha 1 bar minus Alpha 1 Alpha 2 bar minus Alpha 2 Alpha 3 bar minus Alpha 3 فمن هنا إذا استبدلت فمن هنا إذا استبدلت الألفا 1 bar بكمتها الألفا 2 bar بكمتها والألفا 3 bar بكمتها واستبدلت الألفا 1 بكمتها والألفا 2 بكمتها والألفا 3 بكمتها هيطلع لي إن الفيكتور دوت 7 32.4 و40 معنى كده إذا رحت على الخطوة السادسة هلاقي إن الكي equal الكي بار مضروبة في الـ P matrix فإذا ضربت الكي بار الكيمة ديت في الـ P matrix ديت هيطلع لي إن K1 equal 5.7 K2 equal 3.6 وK3 equal 3.5 نبتدي نروح على المتلاب علشان نبني الـ Dismotor مع بعض وبعد كده نعمل الـ Control باستخدام الـ State Feedback في البداية هبتدي بالبرامترس اللي قدامي ديت افترضت إن كيمة الـ Ra equal 3 Ohm ودية الـ Armature Resistance LA equal 0.5 وطبعا دي بالهنري وهي الـ Armature Inductance الكي 1 قلت إن هي equal 1 الكي 2 قلت إن هي equal 0.7 نيوتين ميتر بر أمبير الترك كونستان والباك اي ام اف اللي هي الكي 3 قلت إن هي equal 0.8 فولت سكند بر راديان باك اي ام اف الجي اكويفلنت قلت إن هي 0.2 كيلو جرام ميتر سكوير والبي اكويفلنت قلت إن هي 0.2 يوتين ميتر سكند بر راديان اللي هي فسكاس فريكشن كوفيشن وطبعا الجي اكويفلنت هي الروتور إنرشية هبتدي أكتب الـ A matrix الـ B matrix الـ C matrix والـ D matrix هبتدي أكتب الـ A matrix فعند الـ A equal وبعد كده هقول 0 مسافة 1 مسافة 0 هنزل على السطر اللي بعده وهقول 0 وبعد كده أحط كوسين هكتب negative P equivalent مقسوم على الجي اكويفلنت وبعد كده مسافة وبعد كده هقول K2 مقسوم على الجي اكويفلنت وبعد كده سيمي كولون هنزل على السطر اللي بعده هقول 0 و negative K3 over LA بعد كده مسافة negative RA over LA هنزل على السطر اللي بعده هبتدي أكتب الـ P matrix والـ P matrix كانت equal هقول 0 0 سيمي كولون 0 سيمي كولون بعد كده K1 مقسوم على الـ LA اكتب الـ C matrix فالـ C matrix equal هقول 1 مسافة 0 مسافة 0 وبعد كده هكتب الـ D matrix وهي بتساوي الصفر افترض ان التلاتة states بتاع الموتور اللي هي X1 والX2 والX3 ما كانوش ابتدوا عند الصفر كانوا ابتدوا بقية مختلفة فهقول عندي X0 equal وبعد كده هقول 0.9 سيمي كولون 0.7 سيمي كولون و negative 0.8 0 بحيس ان دية زي ما تكون random initialization اعيزين نعمل design اللي set feedback control بنفس الخطوات كان عندنا 6 خطوات في controlable canonical 4 فهبتدى الاول واقول ان step 1 كان عندنا في حاجة اسمها ال-B underscore system وكنا عايزين هنهي تساوي البولي بتاعت ال-Aigen values فهنجيب الاول ال-Aigen values بتاعت ال-A matrix وبعد كده هنعمل الاقوشن بتاعتنا اللي هي كانت S cube plus alpha 1 S square plus alpha 2 S plus alpha 3 فهنقول poly وبعد كده A matrix فعشان تفهم السطر ده هيعمل ايه هنجيب الكلام ده هنا وبعد كده هنقول run فالسطر ده كابلنا المعادلة اللي كانت في السرد أوردر S cube plus 7 S square plus 11.6 S plus 0 بعد كده نروح على الخطوة اللي بعدها عايزين نبني ال-A matrix في ال-A matrix كانت equal بعد كده هنقول one مسافة P underscore C وبعد كده two بعد كده مسافة P underscore sis بعد كده three بعد كده هننزل على الرول اللي بعده فكان عندنا zero one وبعد كده P underscore sis بعد كده two وبعد كده semicolon zero zero one نعمل run عشان تشوف شكل ال-A matrix بقى اتعاملة زي ال-A matrix اللي كانت في ال-PDF فعندي هنا one 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 seven seven وهنا eleven point six zero zero وفي نفس الخطوة كنا عايزين نحسب controllability matrix فهقول انه عندي c-o-n-t اللي هي controllability matrix ودي equal c-t-r-b بعد كده هنقول a ب فدي هتحسب لنا controllability matrix بطريقة مباشرة فاذا عملت فاذا عملت run هتلاقي ادي controllability matrix بتاعتنا وطبعا زي ما احنا شايفين system controllable لان diagonal مش ب zero والleft upper triangular equal zero الخطوة اللي بعديها كنا عايزين نجيب ال-P inverse فسميها P underscore one وهقول ان دي equal count مضروب في M وبعد كده كنا عايزين نجيب ال-P matrix اللي هي p underscore one وهنقول هنا يساوي وهنعمل run فهتلاقي ادي ال-P matrix بتاعتنا بعد كده دي كانت البلونوميال بتاعت السيستم عايزين نجيب البلونوميال فهنقول فدي هت ودي وبعد كده هحط هضرب واحد كمى عشرة مع واحد كمى اربعة كمى اربعة فاذا عملت run فهتلاقي ان المعادلة بتاعتي بقت وان فورتين فورتي فور فورتي او اللي هي اس كيوب بلاس فورتين اس سكوير بلاس فورتي فورتي بلاس فورتي بعد كده هنروح على الخطوة اللي بعدها عندنا الكي بار كانت ايكول بي دي اندرسكور سس تو تو ان لان احنا كنا منطرح الالفا وان بار والالفا تو بار والالفا سري بار فبتبتدي عند الخنة التانية من عندي هنا ناقص نفس الكلام بس اللي هي مش فهقول هلغي من هنا الدي فاذا عملت هيظهر لي السطر دوت الخطوة اللي بعديها اللي هي كانت الكي ايكول الكي بار مضروب في البي ماتريكس فاذا قلت فيطلع لي الستيد فيد باك جين ابتدي اروح الى السيميولينك بحيث ان كان عندي الستيد سبيس موديل زي كده وكانت عندي الكي ماتريكس اللي هي الستيد فيد باك جين اذا عملت ران وبعد كده بتدينا نشوف الريسبونس فهتلاقيه زي كده ادي السيستيم استيبول وده في حالة ان كان عندي امبل سيجنل كانت السيجنل ابتدت راحت للواحد ونزلت للسفر فهتلاقي السيستيم بتاعي استيبول نبص بص سريع على الكود الام فايل على الخطوات اللي عملناها وعلى السيميولينك والنتاج اللي ترقيت لنا فتاني ادي السيميولينك اللي بنيناه وادي الاوتبوت بيرفورمانس في حالة ستيب امبوت وادي شكل الليستيت الاولانية ستيت وان او اكس وان اكس تو واكس سري نبتدي نروح على الاستيت اوبزيرفور ديزاين باستخدام الاوبزيرفابول كانونيكال فور هنعدي برضو على الست خطوات فهتلاقي عندنا استيب وان اول حاجة عندنا الكاركترستيك اكويشن SI3 نيجاتيف الا فهتدينا S cube بلس 7S square بلس 11 6S دي جيبناها قبل كده اللي هي S cube equal alpha 1 S square بلس alpha 2S بلس alpha 3 هنروح على الخطوة اللي بعديها والخطوة اللي بعديها كان عندنا الام ماتريكس كان عندنا 1 في الدياجونالز 0 off دياجونالز lower left triangular كانت بزيروس وبعد كده هنا كان عندنا alpha 1 alpha 1 وهنا alpha 2 فهتدينا 1 1 1 7 7 11.6 وهنا 0 0 هنجيب الابزيرفاباليتي ماتريكس C C A C A square فاذا جيبناها هنلاقيها ب1 1 negative 1 3.5 وهنا في زيروس وهنا زيروس عندنا قيم في الدياجونال وoff دياجونال عندنا هنا 0 معنى كده ان ال system observable اذا رحنا على الخطوة اللي بعدها ال P power negative 1 كانت بتساوي الابزيرفاباليتي ماتريكس مضروبة في الام فاذا ضربنا الO ماتريكس الكيمة دي في الام ماتريكس اللي هي الكيمة دي هتدينا الماتريكس دي معنى كده اذا جيبنا الانفرس للماتريكس P هنلاقيها بالشكل ده الخطوة الرابعة كنا بنجيب desired characteristic equation وهنشوف significant pool في desired characteristic equation في حالة الستيد feedback وهناخد الكيمة ديت هنضربها في عشرة وهيبقى عندنا التلاتة pool في نفس القيمة فهيبقى S plus 10 power 3 هيدين S power 3 30 S square 300 S 1000 اللي فيما معناه ان ديت S cube plus alpha one bar S square plus alpha two bar S plus alpha three bar بعد كده هنروح على الخطوة الخمسة اللي هي K bar equal alpha one bar minus alpha one alpha two bar minus alpha two alpha three par minus alpha three هنستبدل alpha one bar بكمتها alpha two bar بكمتها alpha three bar بكمتها وهنستبدل هنا alpha one بكمتها اللي هي seven alpha two بكمتها اللي هي 11.6 والالفا three بكمتها اللي هي zero فمعنا كدة هلاقي ان الكيبار بتساوي 23, 288, 1000 الخطوة الاخيرة هنجيب الكي اي اللي هي كانت بتساوي الكيبار في البي كل ده ترانسبوز فاذا ضربنا الكي اي ديت في البي ماتريكس وبعد كده جبنا الترانسبوز بتاعها هنلاقيها بـ 23, 82.1 و-45.3 نبتد نشوف ازاي هننفذ الكلام دوت على المثلاب وعلى السيميو لينك هنبتدي نرجع تاني على نفس الخطوات هناخد الخطوات ديت كلها Ctrl-C لان احنا برضو عايزين الـ Controller معانا هننزل تحت كده وهبتدي اكتب الخطوات اللي خاصة بالـ Observer فاقول Ctrl-V فاول حاجة انا محتاج الـ B System اللي هي الـ Poly-A بعد كده انا محتاج الخطوة ديت وبعدين كنت عايز الـ O Matrix فاكتب هنا O وبدل ما كانت Control-Ability كانت Observability فاقول O-B-S-V وبعدين كانت Observability ما بين الـ A والـ C Matrix الخطوة اللي بعديها ان الـ O Matrix مضروبة في الـ M وعندي Characteristic Equation كانت S plus 10 Power 3 فعندي هنا 10 فعندي هنا 20 وعندي هنا 100 بعد ما جبنا الـ Desired Characteristic Equation جبنا الـ KB وبعد كده الـ K-E هي عبارة عن الـ KB هي عبارة عن الـ KB مضروبة في الـ P Matrix Transpose فهاجي هنا وهعمل COS كده وهقول Transpose للنتج اللي طالع منهم فديت خاصة بالـ Observability Canonical 4 أما الخطوات دي كانت خاصة بالـ Controllable Canonical 4 بعد ما خلصنا الـ 6 خطوات ديت هروح على السيميولينك وشوفنا كنا بنينا السيميولينك الموديل ده قبل كده كان عندنا هنا الـ A Matrix الـ B Matrix الـ C Matrix والـ D Matrix وكان عندنا هنا الـ Observer Design وكان عندي هنا الـ K-E وكنا قلنا الـ State feedback gain هناخده من الـ Estimated States طبعاً أنا هنا كان عندي three states الموديل ده كنت بانيته لما كان عندي two states فهاخد نسخة منه هنا تاني وهبتدي أعمل double click هنا وبدل ما عندي خنتين هخليهم ثلاثة وهنا برضو هبتدي أنزل تحت وهعمل double click بدل ما كان عندي خنتين هخليهم ثلاثة هطلع الكلام ده هنا وهطلع السيجنال ديت هنا فكده دي هتعمل لي display للـ X1 دي هتعمل لي display للـ X2 ودي هتعمل لي display للـ X3 هاجي الأول على الـ M file هعمل run وبعد كده هاجي على الـ Integrator هعمل double click وهكتب هنا الـ X0 اللي أنا قلت أخذتها random X0 كانت كميتها هنا 0.9 0.7 و-0.8 فهي في شكل vector فهقول OK وهنا هخلي الـ Initial states الأولينية الفرق ما بين الـ Estimate والـ True فهلاقي هذه الـ Estimate كانت بعيدة عن التروف الأول وبعد كده حصل convergence واللي اتنين بقوا بنفس الكيمة إذا شفت الـ Estimate التانية برضو الـ Estimate ابتدت بكيمة مختلفة عن التروف بس بعد كده حصل convergence إذا شفت الـ Estimate الأخيرة فهلاقي برضو ابتدت بعيد وبعد كده حصل convergence فكده ممكن نبص على السيميولينك مودي فقادي الـ M-File وقادي السيميولينك نبص عليه كله مع بعض واحدة واحدة فالـ M-File من الأول اللي بتدينا بالأرقام الـ Parameters بتاعت الـ Decimoder بعد كده شفنا الـ A-Matrix الـ B-Matrix الـ C-Matrix الـ D-Matrix بعد كده عرفنا الـ Initial States نزلنا بعد كده الـ Characteristic Equation بتاعت الـ A-Matrix وحطناه في شكل معادلة رحنا على الخطوة التانية حسبنا الـ B-Matrix والـ Controllability Matrix بعد كده حسبنا الـ P-Inverse بعد كده حسبنا الـ P-Matrix بعد كده حسبنا الـ Desired Characteristic Equation رحنا بعد كده على الـ K-Bar وانتهينا بالـ K أو اللي هي الفيدباك جين نزلنا بعد كده تاني نحسب الـ Observer Design الخطوة الأولنية كنا برضو نحسب الـ Characteristic Equation للـ System بعد كده حسبنا الـ M-Matrix الـ O-Matrix حسبنا الـ P-P-N-1 والـ P-Matrix بعد كده حسبنا الـ Desired Characteristic Equation بعد كده حسبنا الـ K-Bar وبعد كده حسبنا الـ K-E وده السيميولينك موديل في خلال الأول لين بتاعنا عدينا على كل المواضيع اللي قدامنا ديت ابتدين الأول عرفنا عن إيه Control System بعد كده روحنا على بعد كده شفنا بعد كده شفنا إزاي ممكن نعمل موديل لـ Dynamic System إزا كان Electrical Mechanical Electro Mechanical روحنا بعد كده على بالـ Block Diagram والـ Signal Flow تعرفنا على Time Domain Analysis والـ Time Response شفنا يعني إيه Significant و Insignificant Pulse والـ Stability Analysis تعرفنا على Root Locus و Control Design باستخدام Root Locus تعرفنا على Frequency Response في حالة الـ Boot Diagram Polar Plot نيكويست بعد كده عرفنا الخطوات الأساسية اللي احنا نحتاجها عشان نعمل Control System Design تعرفنا على الـ Compensator في حالة Lead والLag Series Control شفنا إزاي ممكن نبني P-I Control P-D Control P-I-D Control بعد كده اتعرفنا على الـ State Space وعرفنا إزاي ممكن نعمل State Feedback Design و State Observer Design في خلال المرحلة الجاية هنبتدي نشرح كورس Digital Control System برضو Linear Control وبردو هنشرح كورس تاني مختلف هو Linear Multi-Variable Control System بحيث إن الكورس ده كله هنتعامل مع Multi Input Multi Out وده بسبب إن الكورس بتاعنا كان بالفوكس بتاعه أكتر على Single Input Single Output فهنتعرف على كورس Multi-Variable Control وده بيعتبر Graduate Level وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة ومع السلامة خلصناmann ومع السلامة ومع السلامة ومع السلامة ومع السلامة ومع السلامة ومع السلامة قال من صلحكم فهو آخر